هنا في أحياء تونس القديمة تبرز دار العلي كأقدم منزل أثري تم تصميمه بنمط يحاكي البيوت القديمة في البلاد نحن في العادة في التسمية تمتعنا في تونس نقوله الدار وكل دار في المدينة العربية فوقها طابق علوي نسميه العلي هذا كعليش من اسمه العلي وكانت الدار سابقا مبيتا لطلبة جامع الزيتون ثم أصبحت وكالة تؤوي المحتاجين أما اليوم فأصبحت مكانا عائليا فيه مطعم ومقهى يقدم خدماته بأسلوب تونسي تقليدي عام 2012 تحول العلي هدايا إلى فضاء عائلي يجيوه العائلات التونسية ويجيوه الجانب ويحتوي الفضاء هدايا على مطعم وعلى مشرب اللي هو المقهى هدايا كما نعمل فيه عروض للعروض فنية على السطح وعنده صبغة ثقافية مع صبغة الطبخ إلى غير ذلك وتكتسي هذه الدار بفرش أثري يحاكي البيوت التونسية العتيقة المصممة منذ مئات السنين مشروع بدأ في الإنجاز من عام 2009 حاولنا بش نخافضوا على الطابع متاعه خلينا الأساس اللي هو البني اللي فيه طابع تونسي تونسي طابع معماري تونسي وحاولنا أنه نستكمله هدايا بشوية اللمسات معناتها حديثة تتماشى مع الوقت هدايا حاولنا زادة أنه كل شي نعملوه في المواد الخشبية والبيبان الشبابة كل خليه في الطابع التونسي الدارو ومنذ بنائها حافظت على نمطها المعماري الكلاسيكي بتراز إبداعي وبرونق خاص يحاول إبراز جمال الماضي